لو زرعنا شجرة التين بهاي الطريقة نقدر نزرع مئات الأشجار ونقدر نفتح مشتل ونقدر نشجر آلاف الهكتارات بدون ما ندفع ولا قرش هاي الطريقة مجربة ومضمونة ونقدر نزرع بهاي الطريقة ابتداء من شهر واحد حتى نهاية الشهر الثالث بعد هاي المدة ما نقدر نزرع شجرة التين إلا من خلال الترقيد الهوائي يعني باختصار إذا بدنا نزرع شجرة التين من خلال التعقيل نقدر نزرع بشهر واحد وبشهر اثنين وبشهر ثلاث باقي فصول السنة ما نقدر نزرع شجرة التين من خلال التعقيل فقط نقدر نزرع من خلال الترقيد الهوائي وطريقة زراعة شجرة التين من خلال الترقيد الهوائي شرحتها بعدة فيديوهات اليوم رح اشرح لكم طريقة زراعة شجر التين من خلال قنينة البلاستيك نجيب قنينة البلاستيك ونفتح بيها فتحات على شكل زائد وبعدين نعبيها تربة خفيفة مخلوطة 50% من السماد العضوي و50% من حية لنوع تربة نخلطها مع السماد العضوي بشكل جيد ونملأ القنينة بعدين نجيب أقلام التين نقطعهم إلى أجزاء بهذا الشكل لازم يكون طول القلم تقريبا من 10 إلى 12 سنتي حد أقصى ما لازم القلم يكون طويل لأن القلم إذا كان طويل ما رح يصير فيه جذور بسرعة كبيرة لذلك لازم يكون القلم من 10 إلى 12 سنتي تقريبا بعد ما نعبي القنينة التراب نحط الأقلام بالقنينة بهذا الشكل ما نحط القلم بالداخل زيادة حتى ما يضرب القلم الآخر من الطرف المحاذي وبالنسبة لثقاية الأقلام بعد غرسهم بالقنينة نجيب سطل كبير ونملأه بالمياه وبعدين نغرس القنينة بقلبه لمدة دقيقة أو دقيقة ونص حتى تتشرب التربة بشكل جيد المياه وبعدين نستخرج القنينة ونحطها بمكان مضيء وخلال شهر ونص تقريبا الأقلام رح يصير فيهن شروش ورح يصير فيهن أوراق الأقلام اللي بدنا نزرعهم بالقنينة لازم يكون بكل قلم في برعمة أو برعمتين لو زرعنا الأقلام بدون براعم ما رح يصير فيهن أوراق ولا رح يعطننا شروش هاي المعلومة لازم تحفظونها وبالنسبة لثقاية الأقلام كل يومين لازم نسقيهن إما نشيل القنينة ونحطها بقلب السطل اللي ملأناه بالمياه أو بإمكاننا نجيب صحن نحطه تحت القنينة ونملأه بالمياه بهاي الحالة التربة لحالها رح تسحاب الرطوبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته